بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسعى بكم أعزائي الطلاب في استكمال درس توزيع المعينة للنسبة كنا ابتدين هذا الدرس بإيجاد التوزيع التكراري للنسبة بي هات وأمامها التكرارات كان لدي القيمة صفر وكانت تتكرر تسع مرات نصف وتتكرر ست مرات واحد وتتكرر مرة واحدة لإيجاد الوسط الحسابي ميو بي هات نوجد مجموعة حاصل ضرب كل تكرار في النسبة المقابلة لها ثم نقوم بالقسمة على مجموعة الاف تعال نجرب كده مع بعض صفر مضروبة في تسعة بصفر نص مضروبة في ستة بثلاتة واحد مضروبة في واحد بواحد هذا المجموع صفر زائد تلاتة زائد واحد يساوي أربعة على مجموعة التكرارات بستاشر إذن النسبة عندي بصفر فاصل خمسة وعشرين من مية وهي التي تساوي خيمة البي اللي كانت موجودة عندي في المجتمع لأن المجتمع كان يتكون من القيم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة نوجد كل نسبة ونطرح منها قيمة الوسط أو قيمة متوسط النسب اللي هو خمسة وعشرين من مية فالقيمة الأولى حتكون صفر ناقص خمسة وعشرين من مية تربيع مضروبة في تسعة نجد أن القيمة صفر فاصل خمسة ستة اثنين خمسة ثم النسبة الثانية نصف ناقص ربع تربيع مضروبة في عدد التكرارات اللي هي ستة ناتج صفر فاصل تلاتة سبعة خمسة النسبة الأخيرة واحد ناقص ربع تربيع مضروبة في عدد مراته اللي هو واحد صفر فاصل خمسة ستة اثنين خمسة ثم نأخذ هذا المجموع في النهاية المجموع عندي الخاص بتكرارات أو بالإف مضروبة في بيها تناقص خمسة وعشرين من مية على مجموع التكرارات اللي كان بستاشر حلاقي إن القيمة بتساوي صفر فاصل صفر تسعة أربعة وهذه القيمة استطيع إيجادها مباشرة عن طريق النسبة الموجودة في المجتمع بحاصل ضرب البي في المكمل لها البي كانت بخمسة عشرين من مية المكمل خمسة وسبعين من مية ثم القسمة على حجم العينة اثنين يظهر عندي الناتج هو نفسه صفر فاصل صفر تسعة أربعة وهذا لإثبات أن سجمة تربيع بي هات بتساوي بي في كيو على إن اللي هو حجم العينة ملاحظة هامة عندما يكون المجتمع محدود والمعاينة بدون إرجاع ما ننساش إن احنا هنضرب في ما يسمى معامل التصحيح عند حساب لانحراف المعياري في المثال السابق اوجد التوزيع العيني الإحصائية بي هات بفرض أن السحب بدون إرجاع إثبت أن المتوسط والتباين للتوزيع العيني بيساوي هو هو الميو بي هات بيساوي البي ولكن الانحراف المعياري هيختلف هيبقى في بي في كيو على إن مضربة في إن نائس إن على إن نائس واحد وتركناها من غير جزر لإني أنا هنا بجيب التباين أما إذا أردت إيجاد الانحراف المعياري هيكون هذا المعامل أو هذه القيمة تحت الجزر في المثال السابق إذا كان السحب بدون إرجاع إذن لن يكون هناك تكرار أو تشابه بين الرقمين يعني لن يظهر عندي واحد وواحد لأن القيمة التي أقوم بصحبها لا أقوم بعادتها مرة أخرى فالأرقام عندي هتبقى واحد واثنين واحد وثلاثة واحد واربعة ثم اثنين وواحد ولا تظهر عندي اثنين واثنين اثنين وثلاثة اثنين واربعة دي العيني رقم ستة ثم تلاتة واحد وثلاثة واثنين وثلاثة وثلاثة لم تظهر وثلاثة واربعة أربعة وواحد أربعة واثنين أربعة وثلاثة هنا الواحد الأربعة لم تظهر ولا مرة بصفر الأربعة لم تظهر بصفر الأربعة ظهرت مرة واحدة إذن النسبة بنص وهكذا وحيكون عندي 12 عينة هي نتيجة توليفات العينات بدون إرجاع تلخيص التوزيع التكراري لنسبة ظهور الرقم 4 صفر ونص ولن يظهر عندي الواحد لأنه لن يظهر 4 و4 القيمة أو النسبة صفر تكررت 6 مرات والنصف تكررت 6 مرات في الجدول الموجود عندي أستطيع إيجاد المتوسط والتباين بنفس الطريقة السابقة ميو بيهات عن طريق ضرب كل تكرار في النسبة ثم القسمة على مجموعة التكرارات النسبة عندي برضو ظهرت زي ما هي بيه بتساوي ربع أو 25 من 100 بينما التباين سيختلف حنوجد كل مرة بيهات ناقص 0.25 تربيع ثم نقوم بضربها في التكرار نأخذ هذا المجموع نقسمه على مجموعة التكرارات الناتج سيكون 0.0625 وكما قلنا نستطيع إيجاد سيجمة تربيع بيهات اعتمادا على النسبة في المجتمع عن طريق ضرب بيه في كيو على إن ولا ننسى إنه السحب هنا بدون إرجاع فهيتم الضرب في معامل التصحيح أو في القيمة إن ناقص إن على إن ناقص واحد بالصورة اللي احنا شايفينها 4 ناقص 2 على 4 ناقص واحد فيكون الناتج عندي 0.0625 السابق الحصول عليها عند استخدام جدول التوزيع التكراري السابق الحصول عليها